كشفت مصادر يابانية أن اليابان تدرس زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتغطية زيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن الائتلاف الحاكم يبحث عن مصادر تمويل مستقرة لتحصيل 315 مليار دولار لتمويل زيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة تاقد وزيرة التجارة البريطانية كيمي باندعونش أول اجتماع مباشر لها مع نظيرها الهندي في نيودالهي في محاولة الاسئنة في المحادثات بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وذكرت وزيرة التجارة البريطانية أن الاتفاقية تستهدف خفض الرسوم الجمركية على السلع وفتح الفرص لقطاع الخدمة لديها من جانبه أكد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك أنه ملتزم بإبرام اتفاق مع الهند لكنه أكد عدم تضحية بالجودة مقابل الصرع توقعت شركات التصنيع البريطانية انخفاض الانتاج بنسبة 3.2% العام المقبل مع تضرورها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين من جانبه قال الاتحاد التجاري البريطاني أنه يريد خفض الضرائب على الممتلكات الإضافية إلى ضرورة تقديم حوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار متوقعا انكماش الاقتصاد بنحو 0.9% العام المقبل توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت تايلن حدوث تراجعا كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023 لكنها قالت إن هناك خطر حدوث ركود في ظل الوتيرة الحادة لزيادة أسعار الفائدة التي اتبعها البنك الفيدرالي هذا العام بين مخاوف التضخم وشبح الركود يأن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانت تايلن أشارت إلى أن هناك احتمالا لأن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة ركودا العام القادم في ظل تضخم المرتفع مضيفة أن النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة أخذ في التباطئ بشكل كبير تصريحات يلن تأتي قبل أيام فقط من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر وأعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار الفائدة الجديد والذي تشير التوقعات إلى أن البنك قد يرفع الفائدة بوتيرة تبلغ خمسين نقطة أساس بعد أربعة ارتفاعات بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس أقرها هذا العام من جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي جيرون باول إنه على استعداد لأن يعاني الاقتصاد من بعض الألم من أجل خفض التضخم ليصل قرب أعلى مستوياته في أربعين عامة وكانت الأسواق المالية الأمريكية في حالة تأهب قصوى لإشارات توحي بأن الفيدرالي قد يخفض ارتفاعات أسعار الفائدة لكن المعنويات تراجعت بعدما أظهرت بيانات وزارة العدل أن مقياس التضخم ارتفع أكثر من المتوقع الشهر الماضي إلى ذلك أظهر سوق العمل بعض العلامات الدل على الطباط وأرسل إشارات تحذيرية من الركود إذ ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة بنحو أربعة آلاف طلب لتصل إلى مائتين وثلاثين ألفا الأسبوع الماضي